وزي ما قلنا لحضراتك وطبعا في متابعة خاصة للأحداث في تونس لأنها بتفرد طبعا نفسها على الصعيد الإقليمي والدولي وفي تغيرات متسارعة يمكن كان أخرها ما أعلن عنه الرئيس التونسي من بعض العفاءات والإقالات طالت عدد كبير من المستشارين في الحكومة وأيضا رئيس الدوان الحكومي وعدد آخر من القيادات ودي ممكن داف المقدمة لأنه في صباح اليوم كمان كم أعلن عن اعتقال عدد من القيادات المحلية المحسوبة كمان على حركة النهضة في عدد من محافظات تونس طيب المشهد الآن كمان زي ما حركوا عارفين أنه في حظر تجول في تونس وفي إجراءات مختلفة على كل الصعيدة لكن هذا توقف في الفقرة دي حوالين هذه القرارات وهل هذه القرارات تعني نهاية حركة النهضة في تونس تأثير هذه الحركات على الشأن الداخلي التونسي اللي أصلا يمكن بيعاني من بعض المعاوقات الاقتصادية طبعا خلال فترة حكم الإخوان المسلمين وتدعيات أيضا مشهد على الصعيد الإقليمي خليون رحب حضراتكم بالدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية والمستشار السابق في الجماعة العربية أهلا بك بنعوارة أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك يعني كرة التلج في تونس زي ما يقوله بتزيد وتكبر النهاردة شفنا قرارات مختلفة للرئيس قيس بن سعيد في اتجاه الاعتقالات للقيادات في اتجاه المحاسبة وهو أيضا كان أعلن عن ترأسه الشؤون النيابية في تونس قرارات حلاك للخبر ده إيه؟ يعني المشهد برمته بيؤكد على أن الرئيس قيس سعيد اتخذ قرارات تاريخية في توقيت حساس بتمر به الأزمة التونسية هذه القرارات لا بد أن نوجه له الشكر والتقدير والامتنان على يعني جهوده الكبيرة في حفظ الأمن والسلم داخل الدولة التونسية والعمل على توحيد الداخل التونسي من خلال القضاء على حرقة دأبت دائما على تفتيت وتقسيم الداخل في كافة الدول العربية يعني منذ قدوم هشام المشيشي وبالأخص في أكتوبر 2020 ودأبت حرقة النهضة الإخوانية في استغلال رئيس الحكومة في أن يكون أداة للضغط على الرئيس قيس سعيد من خلال اتخاذ وعدد من الإجراءات التي تقود سلطاته التي خولها له الدستور فمثلا في أكتوبر تم إقالة وزير الثقافة وبعده بدأت العراق وبدأ المعرقة تنتقل من الغرف المغلقة إلى الشارع وأظهرت حرقة النهضة وحكومة المشيشي أنهم ضد الشعب التونسي في كافة القرارات التي اتخذتها وبعد ذلك نجد أنه قد أقال وزير الداخلية هشام المشيشي وعين نفسه وزيرا للداخلية وفي سابقة هي الأولى والغريبة على كافة المجتمعات وكافة الدستير والقواني